اشتركوا في القناة 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 بصراع بين المشاعر والافكار وبينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية برضو راح تكون بين القمر و نبتون راح تكون في تمام الساعة ستة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني الساعة ثمانية واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت الاردن بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن ارض الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين يعني عادي اي واحد بيجي بشكيلك زي انا هيكي بلشت اتشكوا من اولها وعطيكو طاقة سلبي من اول الحكي فانتو هيكي بتتأثروا علي وبتعيطوا وبتصيروا تدعولي وتنوحوا وبصيروا تجاملوا فيي وبتصير نفسيتك ومش منيحة من ورا قصة الزاوية يعني قبل ما نعرف بالزاوية انا عطيت كل جرعة ولا واحد يقول لي انا عيطت او دمعت او سويت عادي ماشي اما بالنسبة في زاوية طبعا راح تتشكل هي في اخر النهار اللي هي ساعة اربعة واربعة واربعين دقيقة بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن الساعة ستة واربعة واربعين يعني بعد بث حلقة الغد باربعة واربعين دقيقة مساء لكن بدي احكيها هاي الزاوية ليش لانه هاي من الزوايا البطيئة اللي تأثيرها بدوم علينا تقريبا بحدود الاسبوعين إلها تقريبا اسبوع ورح تستمر تقريبا بحدود الاسبوعين لو الدام هاي الزاوية زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وزحل الزهرة حكينا كوكب الحب وزحل المعلم الصارم الكل اكيد خبير فيه بعرفه مظبوط على طول من اسمه هاي بتدل على انه العلاقات العاطفية الضعيفة بتنقطع من غير الرجعة فعشان هيك كل الزواية الفلكية اللي احنا حكينا عنها بالأمس وبالأمس وعن بيت السمعة وبيت المتاعب والعاطفة والمشاكل والمشعارة في ايش هدولة اكثر ناس عرضة بانهم يتعرضوا لمشاكل خصوصا على المستوى العاطفي عشان هيك الفترة هاي بتنسكوا عصابكم مظبوط بدون توترات التقلبات النفسية وانو الواحد مش عارف ايش اللي بيصير معاه بالفترة هاي ومش طايق الحبيب مش طايق يحكي معاه مش طايق يسمع صورته او يخش على البيت ويشوفه مش عارف ايش كلها علاقة بهذه الزاوية عشان هيك الكل بدو يكون بالفترة هاي زي ما يحكي هيك يمشيها عشان تمشي الامور بشكل ايجابي بعد ما تنقضي هذه الزاوية طبعا حكينا انو الخلو المسار القادم رح يكون يوم اربعة ثلاثة خلو المسار القادم رح يكون ساعة 22.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبانتهي ساعة اربعة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت الجرينيش ماشي بانتقل القمر بعدها لبرج السرطان عمر القمر القمر اكتمال المربع عمره 9 ايام في تمام الساعة 9.11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بصير عمره 10 ايام نسبة الاضاءة بتصير 55% يعني اليوم بس تطلعوا القمر بتشوفوه مكتمل 50% ولكن في ساعات الصباح بصير 55% بصير عمره 10 ايام مزاج الكواكب وطباعها لهذا اليوم الشمس موجود في الحوت رح تستمر لغاية 23 مزاج سعيد القمر موجود في الجوزاء 4-3 مزاج سعيد عطارد في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-3 يعني كمان بكرة ان شاء الله برجع رجوع للدلو مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى 5-3 بما انها بتعمل الزاوية هاي هسه صار مزاجها منتحس المريخ في الجدي حتى 33 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14-5 بعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد زحل في الجدي حتى 22-3 المزاج سعيد رغم انه بعمل الزاوية ولكن مزاجه سعيد ورانوس في الثور حتى 15-8 مزاجه بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتم في الحوت حتى 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوت في الجدي حتى 25-4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في السفر والاتصالات بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم إشي إنك ما تتهرب منها هيك القمر بحكي لك الخارطة الفلكية طبعا توزيع الكواكب اللي موجود فيها بما أن القمر موجود في بيتك الثالث فرح نحكي إحنا عن اللي فيهم تأثير فعشان هيك بيتك الأول أفضل من انباء الأمس واللي قبله اليوم شخصيتك أحسن نفسيتك ممتازة حاسس عندك طاقة اليوم لإنجاز كثير من الأمور اللي تأجلت خلال الفترة الماضية عندك اهتمام بنفسك فنقدر نحكي إنه بداية جيدة بالنسبة لإلك إنك أنت تنطلق بطاقة إيجابية بالنسبة لبيتك الثاني شايف الأمور منتازة جدا على أمور المال في منك رح يحصل على مال من عمل إضافي أو على شكل هدية في منك ممكن يتعامل مع بنك يأخذ قرض أو تعويض أما بالنسبة لبيتك الثالث اللي هو نفس المكان اللي موجود في القمر فهو إيجابي بنفس التوقعات اللي حكاها القمر بعطيكم نفس الطاقة ما في أي سلبية موجودة فيها الفترة هاي أنتو عندكو كثير من الاتصالات والتنقلات بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم إشي إنك أنت تواجهها وتنجزها يعني حاول إنك تنجز الأمور هاي ما تخليها تتراكم عندك بالنسبة لبيتك الرابع ما في أي إشي جديد يعني اهتماماتك المنزلية هي كالمعتاد الأمور الطبيعية اللي أنت معتاد عليها أما بالنسبة لبيتك الخامس فأمورك على مستوى العاطفي ممتازة جدا بتقدر اليوم تنجز كثير من الأمور العاطفية تتواصل مع الحبيب وبتقدر أنت اليوم تمارس نوع من أنواع الخروج أو الترفيه أو النزهة ولكن بدون تهورات لأنه بيت السمعة ما زال سلبي أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الواجبات والالتزامات على مستوى العمل في كثير من الأعمال حابب أنك تنجزها خلال هذا النهار وتنهيها بتقدر تنجزها عندك طاقة كامل إلى إلها النوع في منك ورح يهتم بأمور صحية يعني ممكن بعض الأعراض الصحية هيك تمر عابرة يهتم فيها أو أنه يبدأ يدرس عن أمر صحي أو عن شيء له علاقة بالصحة أو ممكن عيادة مريض يعني زيارة مريض أما بالنسبة لبيتك السابع فالأمور يعني طبيعية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فهي على طبيعتها أما بالنسبة لبيتك الثامن برضو على طبيعته ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبرضو على طبيعته ما في ضغطات مالية عليك خلال هذا النهار أو إذا في ضغطات يعني أنت مديون عليك ضغطات بتكون بالشكل الطبيعي يعني مش بالشكل الثقيل اللي يتعبك ويرهقك أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو إيجابي جدا فرح يغلب عليك خلال هذا النهار طابع الحركة والسفر والاتصالات والرغبة في الاهتمام بأشخاص من خارج البلاد أو التواصل معهم اللي عنده سفر اليوم تكون أموره جيدة عنده قدرة على إنجاز كثير من المهام اليوم والاتصالات اللي عنده سفر اليوم رح يكون سفره إيجابي جدا واللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير رح تكون الأمور لصالحهم واللي عليهم أمور قضائية اليوم إذا إلو عندهم جلسة قضائية اليوم بتكون إيجابية ولمصلحتهم هذه الجلسة ولكن إذا عندهم قضية ما منقدر نحسب إحنا لكل الكل شو عندهم قضايا ولكن إنه اليوم ممكن بعد تيجي القضية هاي مثلا الجلسة الثانية اللي نفترض يوم 17 الشهر باجي بقولك لا سلبي الجلسة هاي رح تكون فما بعطيك أنا حكم الجلسة إذا صدر حكم اليوم لشخص من برج الحمل بتكون لصالحه ولكن إذا كانت جلسة الجلسة هاي بتكون لصالحه أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف بيت السمعة في أوج الضغط فعشان هيك ما في داعي لا العصبية ولا للتهور ولا مخالفة القوانين ولا العمل بأي شيء مشبوه وما تدخل بأي شيء ممكن يشوه سمعتك كلا الفترة اليوم والقادمة حاول إنك أنت تمسك أعصابك طبعا كل هذا ذكرناه إحنا في توقعات الشهر وحكينا قديش المدة الضغطة اللي بدو يرجع لها يسمعها ويسجلها من أول وجديد يسجل التواريخ عنده بكون أفضل وما تدخلوا بأي نقاشات أو نزاعات مع رؤسائكو بالعمل أو زملائكو بالعمل وما تدخلوا الأعمال عندكو تتراكم أما بالنسبة لها بيتك 11 فأدير بالك من أي مشاكل ممكن أنت أو إشكاليات أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد المعارف أو الأصدقاء اللي ممكن أنك تثور ثورة عارمة وتختلق المشاكل أو تكبر المشاكل وما في داعي لهاي الأمور نهائيا حاول إنك تمسك أعصابك وتخلي الفترة هاي تمضي على خير ممكن تخسر صديق أو معرفة في خلال هذه الفترة إذا ما التزمت أما بالنسبة لبيت متاعبك فبيت المتاعب في نحوسة موجودة عليه عشان هيك ما نقول لك لا تخلي الأعمال تتراكم عندك ولا تهم الوضع صحي قديم يعني حاول أنك تراكم حالك للأشخاص المريضين بأمراض مزمنة أو مستمرة إن شعر بأعراض غير اعتيادية في نفس مرضه يعني اللي عنده سكري مثلا وحس إن السكري عنده برتفع بالفترة هاي أو هذا يراجع طبيبه اللي بخده وضغط يعني الإشي المستمر أما الإشي العابر اللي بكون الأشياء الأمراض اللي ممكن تشعر بمغص بالتهابات بصداع بألم بالعضلات تمزق شغلات مثل هيك هاي يعني لا فطول الشهر تقريبا بظل ضغط بيت المتاعب فعشان هيك بتكونوا حذرين من الإصابات برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية اتجنب نزوات التسوق ليش؟ لأن القمر الآن موجود في بيتك الثاني بيت المال فعشان هيك القمر بيحكي لك هاي الأمور خلينا نشوف الخرطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول بيت الشخصية أنا شايف اليوم نفسيتك وشخصيتك أفضل من الأمس عندك طاقة إيجابية اليوم عندك حب لإنجاز كثير من الأمور مشحون بالطاقة والنشاط وحتى عندك حب التغيير في شخصيتك خلال هذا النهار أو نفسيتك أما بالنسبة لبيتك الثاني فهو إيجابي يعني بدعمك على مستوى المال ممكن منك يحصل على مال من تعويض أو ممكن يجي هذا المال على طريق هدية أو بيجي عن طريق الأعمال اللي لها علاقة في البنوك أو بيجي عن طريق عمل إضافي وممكن تجيك هدية خلال هذا النهار نوع من أنواع الدعم أو هدية رمزية مثلا أما بالنسبة لبيتك الثالث قبل ما نروح الثالث نرجع للثاني ما يقول لك خفف من المصريف لأنه أنت بالفترة هاي عندك قابلية للصرف بشكل عالي جدا أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا بقول لك أنه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والنشاط الأمور إيجابية عندك عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال والتواصل وإقناع الغير بوجهة نظرك واللي عنده امتحان رح يبدع خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الرابع فعندك اهتمامات عائلية وبيتية وممكن تهتم بصحة أحد المقربين لا إلك داخل البيت وممكن اليوم يكون فيه لقاء لا حل مشكلة أو لا نقاش بمسألة عائلية أو اجتماع عائلي أو اهتمامات إلها علاقة بالصيانة والترميمات أو التصليحات أو النظافة حتى أما بالنسبة لبيتك الخامس فأمورك العاطفية اليوم أفضل من الأمس عندك اليوم حب للانطلاق أو التحرك باتجاه الحبيب أو التواصل مع الحبيب عندك حظ برضو بيغطي على كثير من الأمور خلال هذا النهار وبحميك فحاول أنه أنت اليوم تتواصل وتصالح وتصلح ما أفسدته خلال الفترة الماضية بإعلاقتك مع الحبيب من مشاكل أو مشاحنات اشحن نفسك بطاقة إيجابية وكرر المحاولة للتصالح إن كان هذا الأمر موجود ولكن دير بالك من النزوات ودير بالك من المرح والفرح للزيادة يعني أنك تدخل في سكة اللي أنا حابب اليوم أطلع وأنبسط وأفرفش ومش عارف إيش ولكن دون مخالفة القوانين أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا اليوم شايف أنه عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لا إلك في بعض الاهتمامات الصحية فيك أو في أحد المقربين لا إلك أو من أهل بيتك أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو فارغ ما في أي إشي إيجابي أو سلبي ولكن أنه أنت أمورك على حسب العلاقة ما بينك أنت وبين شركائك في المال وفي العاطف اللي هم الأزواج أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم يعني بعطي دعم أكثر للحصول على مال يجي من معاملة بنكية أو تعويض أو شراكة وبرضو عن أمور إلو علاقة باستردادات مالية ممكن إلك الديون بتحصلها خلال هذا النهار أو إلك أموال ممكن تحصل عليها هذا النهار ممكن أنت برضو اليوم يجيك نوع من أنواع الهدية أو الدعم الخارجي أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو على أوجه بالطاقة الإيجابية بدعمك بشكل إيجابي قوي جدا اللي عنده سفر رح ينجز بشكل ممتاز واللي عنده امتحان جامعي اليوم رح يكون لمصلحته ورح تكثر عندك الاتصالات والمواصلات والتنقلات ومحاولة أنك أنت تتصل في أشخاص خارج البلاد وفي منكم ممكن يوقع بعلاقة غرامية تيجي من خلال مؤسسة تعليمية أو الجامعة ولكن يدير باله أنه يدرس العلاقة هاي بشكل جيد لأنه حكينا في زاوية تربيع بين الزهرة وزحل ممكن أنه تخلي في سوء اختيار أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فهو في أوجه في النحوسة فعشان هيك ما في داعي لمخالفة القوانين ولا تدخل بأي شيء مشبوه ولا تحاول أنك تعمل أي شيء ممكن يشوه سمعتك في خلال الفترة القادمة حاول أنك تحافظ على نفسك لا تدخل بمواجهات مع رؤسائك بالعمل ولا زمالك بالعمل لعشان ما تكبر المشاكل هاي وتشوه سمعتك دير بالك من مخالفة القوانين والأعمال المشبوهة أما على مستوى بيتك 11 فالأمور طبيعية فيك تتواصل مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم أو علاقاتك العامة ممكن يكون فيه نوع من أنواع النشاط على مستوى العلاقات العامة أو المعارف لقاء أو اتصال أو مساعدة أو أنت تساعده أو هو يساعدك بنصيحة معينة ولكن أنه هذا الأمر إيجابي خلال هذا النهار وبدعمك بحدود جيدة أما بالنسبة لبيت متاعبك فما زال في ضغط سلبي وهو تقريباً نحن حكينا في توقعات الشهر أنه طول الشهر في ضغط على بيت المتاعب فعشان هيك منقول أنه ديروا بالك من أي تهور ديروا بالك من أي أعمال مشبوهة في بعض الاهتمامات رح تكون لها علاقة بالصحة أو بالمستشفيات أو بالسجون طبعاً ممكن واحد يسألني يقول يعني كلياتنا لا اللي له مريض بس المستشفى ممكن يزوره واللي عنده شخص مسجون ممكن يسجنه مش شرط أنه الكل يروع السجن والكل يروع المستشفى أما بالنسبة لوضعك الصحي بدك تحاول أنك تراقبه خصوصاً اللي بيعاني من أمراض مزمنة بده يراقب وضعه الصحي إن شعر بشيء غير اعتيادي يراجع طبيبه وحاول تأخذ قصة من الراحة وحاول ما تهمل أي عمل عندك أو تخلي الأعمال تتراكم على أساس أنه ما ترهقك بالفترة القادمة برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ممكن تلمس انفراج وترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ هيك القمر بيحكي لك اللي موجود عندك على بيت الشخصية خلينا نشوف أنه هذا الأمر بنطبق على الخارطة الفلكية ولا لا طبعا بالنسبة لأنه بيتك الأول القمر عندك وهذا موجود في بيتك الأول فأنا شايف أنه الأمور إيجابية على المستوى الشخصي النوع من أنواع الطاقة الإيجابية عندك خلال هذا النهار أفضل من اليومين اللي مضوا تقدر اليوم تتحرك بأكثر من اتجاه مع بعض وتنجز كثير من الأشياء اللي كانت معلقة أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه الأمور اليوم عندك تحركات على المستوى المالي أو بعض الحلول للأمور المالية أو ضغوط على المستوى المالي اليوم بتقدر تنجزها في منك ورح يحصل على مال من عمل إضافي أو هدية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات عندك نشاط ذهني عالي جدا تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك هي عندك نوع من أنواع الاهتمام إلو علاقة بسيارة أو بجهاز خليوي أو جهاز نقال مثلا أو بأمور البريد أو الأمور اللي فيها اتصالات ومواصلات وفي منكم ممكن يفكر الخروج في نزهة أو رحلة أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه فيه اهتمام عالي بالمستوى البيت مش على المستوى السلبي بالعكس على المستوى الإيجابي الأمور مستقرة في نوع من أنواع التفاهم على المستوى الداخلي ممكن تهتموا بصحة أحد المقربين لإلكم أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف برضو على المستوى العاطفي اليوم أحسن من الأمس بساعدك في كثير من الأمور اللي إلها علها قاب التواصل مع الحبيب وفي منكم ممكن اليوم يفكر بلقاء عاطفي أو مصالحة عاطفية اليوم جيد وبيدعم ولكن ديروا بالك من النزوات خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أن الأمور إيجابية على المستوى البيت السادس تقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك وتهتم بوضع صحي قديم أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف الأمور على مستوى الشراك المالي والعاطفي جيد جدا بدعمك بطريقة التواصل مع الشركاء أو طرح فكرة معينة أو حل مشكلة قديمة ما بينك وبين الشركاء اليوم إيجابي وقوي جدا أما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم أقوى من اليومين اللي مضوا على المستوى المالي فاليوم ممكن تحصل على أموال إلها علاقة بتعويض أو شراكي أو نوع من أنواع الدعم أو تحصيل أموال بترجع لك كنت مباينها لأشخاص أو لقاء أنك تلاقي شيء أنت كنت فاقده أو مضيعه في الفترة الماضية أو استرداد أموال أنت كنت مباينها لأشخاص أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم ما تعتمد على الحضوض نهائيا إذا كان عندك امتحان جامعي لازم تدرسه تستعد واللي عنده مقابلي أو مناقشي خلال هذا النهار ما يعتمد على الارتجال بده يكون كاتب ومجهز واللي عنده سفر بده يحاول أنه يلتزم بموعيد الطيارة لأنه يعني يحسب السلبية في تعطيل أو عركزه لأمور سفره اليوم هذا سلبي على مستوى بيت السفر والاتصالات والمواصلات لبعيده أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه ما زالت ضغوط ضغط على مستوى بيت السمعة فعشان هيك بدك تركز أنه الفترة هاي ما تعمل أي شيء مخالف للقوانين أو مشبوح أو تدخل في أمور ممكن أنها تضعفك أو تضعف حالك أو تشوه سمعتك وهذه الأمور رح تستمر لفترة فعشان هيك احذر من تشويه السمعة حاول ما تدخل مواجهات مع زملائك في العمل أو رؤساك بالعمل انجز الأعمال المطلوبة منك حاول ما تتغيب أو تتأخر عن الدوام أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف برضو على مستوى الصداقة انتحاد جدا وعندك قابلية لعمل مشكلة أو إشكالية مع أي أحد من عارفك حاول أنك تمسك أعصابك بدون انفعال أو توتر مش أي حدث بصير تأخذه بحساسية وتنفجر في وجه الأخطأ حتى لو كان صديقك يعني امسك أعصابك ما تنفعل وتتهور على جميع نطاق مستوى العلاقات العامة أو المعارف أو الأشخاص اللي انت بتعرفهم أما بالنسبة لبيت متعبك فأنا شايف أنه برضو ضاغط ولكن أخف من اليومين اللي مضوا ولكن بدك تظلك حذر اللي عنده أمراض مزمنة بده يهتم في نفسه في صحته لأنه هذا بيهدد التعب الصحي أمه برضو بدك تهتموا بأمور إلها علاقة بإنجاز الأعمال الموكلة لإلكوا ما تخلوها تتراكم وحاولوا أنك تأخذوا قصة من الراحة ما تعتمدوا على الحضوظ نهائيا في خلال هذا الفترة بما أنه بيت المتاعب بعطي طاقة كبيرة من السلبية مرج السرطان بما أن القمر موجود في بيت المتاعب فيعني أنه هذا لليوم الثاني على التوالي بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم وصحتكم الأجواء تقريبا حواليك مشحونة بالانفعالات طبعا هذا الأمر أكيد خلال هذا النهار لأنه القمر موجود في بيت المتاعب وبيت المتاعب عندكو سلبي فأما بالنسبة لبيتك الأول فاليوم عندك طاقة شخصيتك اليوم قوية عندك قدرة على التواصل وإنجاز كثير من الأعمال شاحن نفسك بطاقة إيجابية عالية جدا بالنسبة لبيتك الثاني أنا شايف الأمور منتازة على المستوى المالي في منكو وممكن يحصل على مال بيكون إما عن طريق الأعمال الإضافية أو على شكل هدية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف اليوم عندك كثير من النشاطات والاتصالات كلها رح تكون إيجابية وداعملة إلك حاول أنك أنت تستغلها تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الأمور البيتية والعائلية اليوم رح تلفت انتباهك أكثر ممكن يكون فيه نوع من أنواع التواصل مع أحد أفراد العائلة أو إنجاز أمور إلها علاقة بالبيت أو اهتمامات بيتية ممكن صيانة أو تصليحات أو مشتريات حاول أنك أنت تنجز أعمالك بدون أي إشكالية ممكن تهتم بصحة أحد المقربين لا إلك أو تهتم بأحد المقربين لا إلك أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أن الأمور العاطفية أقل اليوم حدية من يوم أمس فعشان هيك شوية الأمور اليوم كطاقة التواصل ما بينك وبين الحبيب أخف درجة فحاول أنك ما توصلها إنها تصير مشحونة فخلي الأمور سلسي وتواصل بالإشي الروتيني بدون اختلاق أي مشاكل أما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم تقدر تنجز كثير من العمال الموكلة لا إلك عندك طاقة كبيرة على مستوى العمل تقدر اليوم تحقق كثير من الإنجازات على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه الأمور ضغطة على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فعشان هيك الأزواج تحديدا بدهم ينتبهوا بطريقة التعامل ما بينهم بين أزواجهم بدون حدية بدون تصرع بدون أحكام أو يعني واتهامات أو فتح ملفات قديمة لنقاشها وممكن الثور وتكبر المشاكل ما بينك فما في داعي لفتح أي ملف قديم أو طرح أي شيء قديم أو الجدال أو النقاش حاولوا تختصروا الفترة هاي لأجل أنك تحافظوا زي ما حكينا أنه الزاوية اللي بين الزهرة وزحل ممكن تهدد استقراركم العاطفي أو زواجكم تحديدا أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم في بعض أو مش البعض كثير من الاهتمامات المالية بتراقب ميزانيتك بتحاول أنك تحسب الأمور بالشكل العقلاني يمكن اليوم يكون في بعض المطالبات المالية أو أنت مدين من أشخاص يطالبوك باستحقاقات أو بأمور إلها علاقة بالمال وخصوصا على مستوى الدوائر الحكومية يعني في منك ممكن ضريبة الدخل الطالبو أو مصقفات أو بلدية أو أشياء مثل هي ممكن مطالبات بنكية ممكن قروض أو ديون حاول أنك تفوتر الأمور بعقلانية بدون تهور أو مخالفة للقوانين وامسك حالك من المصاريف يد ما بتقدر أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه الأمور جيدة اليوم على مستوى السفر البعيد وعلى مستوى الامتحانات الجامعية على مستوى التنقلات على مستوى النقاشات والمناقشات والمقابلات كلها إيجابية بشكل عالي جدا ممكن اليوم تنجز وتحقق أمور رائعة واللي عنده اليوم أمور إلها علاقة بتأشيرة أو فيزا أو تجديد إقامة فهذا اليوم إيجابي لموليد السرطان أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه الأمور على مستوى بيت السمع ضغط جدا جدا وحاول أنك ما تدخل بأي مجازة أو تهور خلال الفترة القادمة بأي شيء ممكن يشوه سمعتك أو يضغط على سمعتك لا بمخالفة قوانين ولا بأعمال مشبوهة ولا بمواجهات مع رجال الأمن ولا مخالفة القوانين ولا بمغامرات عاطفية طايشة ولا بأي شيء ممكن يشوه سمعتك حاول أنك أنت بالفترة هاي تمسك حالك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه بيت الصداقات اليوم أحسن من اليومين اللي مضوا اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل بينك وبين أحد الأصدقاء ويكون لقاء ناجح ممكن يكون فيه نوع من أنواع التعاون أو التشاور لحل مشكلة معينة يساعدك فيه أو يشور عليك إيش تعمل فيه يوم إيجابي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلية أو مناسبة أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه الأمور ضاغطة في بيت المتاعب زي ما القمر حكى أو زي ما حكينا احنا في بداية التوقعات حاول أنك أنت تمسك أعصابك الفترة هاي حاول أنك تنجز الأعمال ضرورية جدا والأمور العاجلة اللي ما بتقبل لأعملية التأخير حاول تنتبه لصحتك ممكن اللي بيعاني من مرض قديم وحشعر بأي أعراض جانبية أنه يروح يستشير طبيبه حاول أنك تأخذ شوي نوع من أنواع القصة من الراحة أو الأمور اللي إلها علاقة بأنك أنت تريح حالك من الاندفاعات برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء هاي الفترة مناسبة لطلب الاستشارة أو التأييد من أحدهم هيك القمر بحكي لك وخصوصا أنه القمر موجود في بيتك 11 بيت الصداقات والمعارف والعلاقات العامة هو إيجابي فبدعمك في هذه النقاط اللي إحنا حكيناها أنه بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة سعيدة أما بالنسبة لبيتك الأول فاليوم أنا شايفه إيجابي نفسيتك أحسن عندك طاقة مشعون بطاقة إيجابية رائعة جدا خلال الفترة هاي حاول أنك أنت تنجز كثير من الأشياء العالقة اللي تراكمت عليك خلال اليومين اللي مضوا شايف أنه اليوم أنت عندك اهتمام بنفسيتك أو شخصيتك أو شكلك أما بالنسبة لبيتك الثاني فالأمور المالية جيدة جدا ممكن اليوم تحصل على دعم أو تعويض أو هدية ولكن قلل من المصاري في قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الحركة والاتصالات الإيجابية اللي عنده امتحان أو مقابلة أو مناقشة فهذا يوم إيجابي بيقدر يقنع أي شخص بوجهة نظره في منك البعض رح يهتم في أمور إلها علاقة إما بالكتابة أو التدوين أو قراءة كتب أو تلخيص لشيء معين أما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت فأنا شايف الأمور مستقرة لهي ضاغطة بسلبية ولا بإيجابية فهي على طبيعتها على طبيعة تكوينكم أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه اليوم الأمور العاطفية عالية وبأوجهة عندك قدر التواصل مع الحبيب عالية جدا بالعكس أنت تفتقد الحبيب وبتحاول أنك أنت تتعامل معه بطريقة إيجابية والله كلام جواهر والله يا عمي كلام جواهر شو أهل حكم هاي أيوة يا أسود هيك خلى العاطفة تشتغل عندكو حبايبي آه فعني والله شكلنا بدنا نحب إحنا اليوم يعني يا الله كويس ممتاز في منكو رح يهتم بأمور الهلاقة بالخروج والنزوات والفرح والمرح والترفيه حاولوا أنكو تعملوا كل إشي ولكن بدون مخالفة قوانين أو الدخول في أماكن مشبوهة أو أعمال مشبوهة أو أشياء ممكن إنها تعمل عليكو نوع من أنواع المسائلات بدون مغامرات أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الأمور يعني قوية جدا على المستوى الصحي تقدر اليوم راعي وضع صحي أو معالج لأمر صحي أو عيادة مريب تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك وضعك جدا رائع على المستوى العمل اللي حاب يقدم لوظيفة أو العمل اليوم مناسب جدا لتقديم أوراق لطلب توظيف أما بالنسبة لبيتك السابع مرستوى الشراك المالي والعاطفية فهي أمور عادي هادي ما فيها لا إيجابية ولا سلبية يعني أمر روتيني جدا في تعاملك مع الشركاء أما بالنسبة لبيتك الثامن فبرضو على المستوى المالي اليوم في نوع من أنواع الإيجابية ممكن أنه أنت تحصل على مال من تعويض أو شراكة أو هدية نوع من أنواع الدعم أي شيء من هاي المسميات بتساعدك في أنك أنت تتجاوز المرحلة اللي أنت فيها ممكن شوي هيك تزيد عندك القابلية للصرف حاول أنك تمسك إيدك أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم عندك كثير من الحركة والاتصالات البعيدة والنشاط البعيد يعني أمور رائعة جدا رح تكون على مستوى بيتك التاسع راح تكون اللي عنده امتحان رح ينجز بشكل جيد واللي عنده سفر اليوم برضو رح يكون ممتاز اللي عنده اتصالات خارجية مع أشخاص خارج البلاد رح يكون برضو ممتاز جدا وفي إيجابيات وفي نوع من أنواع المكاسب أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فحاول تمسك حالك من أي أخطاء أو مخالفات أو مجازفات أو مواجهات مع رجال الأمن حاول أنك تسيطر على حالك بشكل كبير بدون أي مجازفات أو مغامرات ولا تدخل بأي مواجهة مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل مشي الفترة بنوع من أنواع الهدوء أما بالنسبة لبيتك 11 فإحنا ذكرناه في أول توقع اللي هو بيت الأصدقاء أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه ما زال ضاغط شوي إذا شعرت بأي أعراض غير اعتيادية خصوصا لأمراض المزمنة راجع طبيبك وما تتأخر لأنه شوي عندك الوضع كركم أو حذر جدا بدك تكون من الأمور تراجع الصحي المفاجئ بدك يتراقب وضعك بشكل كبير حاول تنجز الأعمال المهمة والضرورية وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة خلال هذا النهر برج العدراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ طبعا القمر موجود في بيت السمعة عشان هيك حافظ على سمعتك وبيت السمعة ضاغط بشكل كبير عليك عشان هيك دير بالك من أي مخالفات قانونية أو مجازفات أو أي شيء ممكن يشوه سمعتك خلال هذه الفترة أما بالنسبة لها بيتك الأول فأنا شايف إنه إيجابي بدعمك شوي رغم إنه في بداية النهار بتكون مضغوط ولكن تمشي الأمور بشكل مستقر عندك بعض الاهتمامات الشخصية أو بشخصيتك أو بنفسيتك أما بالنسبة لها بيتك الثاني فالأمور ممتازة جدا في بعض النشاطات المالية اليوم أو بتهتم بشيء له علاقة بالمال مش بالحظ تبع اليومين اللي مضوا أقل حظا ولكن ممكن الأقل حظا هذا يجيب لك ثمار أو نتائج حاول إنك تستغله وحاول إنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة لها بيتك الثالث فأنا شايف إنه الأمور إيجابية على مستوى البيت الثالث في الاتصالات والمواصلات وحتى بإقناع الأشخاص اللي حواليك بوجهة نظرك لكن رح يتطلب منك جهد بالإقناع لأنه شوي أنت عندك شكوك بثقتك بنفسك أو ما مش واثق من المعلومة اللي موجودة بين إيديك حاول إنك أنت ما تتهور وإحكي أو اعمل بالشيء اللي أنت بتمتلكه في إيديك أما بالنسبة لها بيتك الرابع فأنا شايف إنه داعم بقوة هائلة جدا على مستوى بيت البيت تقدر أنت اليوم فيه أشخاص ممكن يفكروا بالاستئجار أو بالنقل أو بسكن جديد أو بأمور إلها علاقة بالترميمات وتصليحات أو أمور بيتية ومنزلية بيقدر يكون متواجد فيها فيه منكو ممكن مسافر من برج العدراء واليوم يرجع لأرض الوطن أو لبيته أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف إنه ضاغط بقوة سلبية عالية جدا على مستوى الحبيب فعشان هيك تديروا بالكم من أي مواجهات مع الحبيب في هذه الأيام لأنه ممكن تصل لمرحلة الفراق أو الانفصال زي ما حكينا في الزاوية اللي حكيناها في بداية الحلقة اللي هي الزهرة وزحل فعشان هيك بتكونوا تديروا بالكم العلاقات الضعيفة أو المتأرجحة أو المبتدئة أو اللي فيه نوع من أنواع الاهتزازات عرضة للانفصال فعشان هيك بتكونوا حذرين وتعرفوا كيف تمتصوا الغضب أو الحدية الموجودة في البيت أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف إنه الأمور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز اليوم من أعمالك بشكل روتيني يعني بدون هالدعم الكبير النفسي ولكن إنه بتقدر تنجز الأعمال المكللة إلك وبتراقب وضعك الصحي أما بالنسبة لبيتك السابع فع مستوى بيت الشراكي أيضا شايف الأمور حادة جدا يعني لما نقول إحنا عاطفة هاي مش للمتزوجين يعني هذول لك مين بيحبوا بعض لما نقول للبيت السابع بيت الشراكي هاي للمتزوجين فعشان هيك العاطفي فيها خطر وبيت الشراكي فيها خطر فعشان هيك العذراء هم أكثر أشخاص عرضة للأمور اللي إلها علاقة بالانفصال والمشاكل الزوجية أو العاطفية في الفترة القادمة عشان هيك بدهمهم اللي رقبوا حالهم في هذه الفترة اللي برجهم العذراء وطالعهم العذراء أو طالعهم العذراء أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف برضو البيت الثامن ضاغط على أمور المستحقات المالية والأمور المالية أو المطالبات المالية أو الأزمات المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بالمصاريف لزيادة اللي ما إلها داعي حاول أنك تقلل من مصاريفك وترتب وضعك المالي وخصوصا مع الدوار الحكومية يعني أي التزام مع مؤسسات حكومية أو غير حكومية أو شركات مادي حاول أنك تأديه في وقته أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى الامتحانات الجامعية على مستوى المناقشات المقابلات السفر الاتصالات كل الأمور تقريبا بشكل ممتاز جدا على مستوى بيتك التاسع أما بيت السمعة فأحنا حكينا عنه في بداية الحلقة القمر وين موجود أما بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تعاون مع أحد المعارف عشان تستشير في أمر ما أو لمساعدتك في أمر ما أو انتشالك من مشكلة ما فهذا يوم جدا ممتاز لعملية التواصل أما بالنسبة لبيت متاعبك اللي بيعانوا من مرض عضال أو مرض قديم بدهم يحافظوا على صحتهم إذا شعروا بأي أعراض غير اعتيادي يراجعوا طبيبهم حاولوا تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة وحاولوا تأخذوا من فترة الأخرى قسط من الراحة وراقبوا غذائكم برج الميزان من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات حاول أنك تبحث عن الحلول اللي بترضي الطرفين أو الآخرين هيك القمر بحكي لك وبما أنه القمر يعني موجود في بيتك التاسع فهو بقول لك استعد بشكل جيد فأنا بقول لك مش استعد بشكل جيد هو استعد بشكل جيد واليوم حافل بأمور جيدة جدا على مستوى البيت التاسع اللي عنده صفر أو تنقلات أو اتصالات أو امتحانات اليوم رح تكون لصالحه بشكل كبير جدا فالأمور إيجابية وبالعكس دعملة إليك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت متاعبك فالأمور شوي هيك فيها نوع من أنواع الضغط خصوصا في النصف الأول من النهار فعشان هيك بتكون بحاجة لدعم أو طاقة كبيرة عشان تعزز قدرتك أو قواك حاول أنك أنت تمشي الأمور بشكل جيد خلال الفترة هاي اشحن حالك بطاقة إيجابية في النصف الثاني من النهار بتكون طاقتك عالية بتقدر اليوم تتحرك بأريحية أما بالنسبة لبيتك الثاني فهو أقل حضوض على مستوى المال خلال هذا النهار في شوية مصاريف عليك رح تكون أمور إلها علاقة بالفوترة أو الدفعات يعني أمر يعني شوي بده نوع من أنواع الرعاية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أن الأمور على مستوى التنقلات والسفر ما زالت شوي ضاغطة زي توقعات الأمس ولكن من ساعات الظهر ولآخر النهار إيجابية بتكون زالت المخاطر عن هذا البيت يعني عندك تنقلات واتصالات بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك واللي عنده امتحان رح ينجز بشكل جيد وخصوصا من ساعات الظهر وآخر النهار أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف عندك اهتمامات منزلية أو بيتية في أحد الأبناء أو الإخوة أو حتى بأحد الوالدين ممكن يكون في نوع من أنواع الأمور السلبية لها علاقة بمشاكل عائلية أو خلافات عائلية أو من أجل نوع من التصليحات والترميمات أو إخلاء منزل أو الانتقال من منزل لمنزل أو وضع صحي لأحد أفراد المنزل أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى العاطفي بيعندك طاقة عاطفية جياشة خلال هذا النهار ممكن عشان تخفف عنك نوع من أنواع الضغوط اللي أنت بتعاني منها في هذه الفترة جيدة بتقدر اليوم تخرج للترفيه أو للتنزه أو للمرح ولكن دون مغامرات كبيرة أما بالنسبة لبيتك السادس بيت العمل وبيت الصحة اللي هو اللي موجود فيه الشمس ومكانها السلبي اللي هو بيتك السادس فعشان هيك بتشعر بضغط كبير صحة ما فيه طاقة قوية موجودة في الجسم ما بتقدر تنجز كثير من الأعمال الممكن للا إلك فيه منكو ممكن يترك عمله أو إنه ينزعج من اللي في العمل فيقدم استقالته أو يتغيب أو يتأخر حاولوا تنجزوا الأعمال الضرورية وراقبوا وضعك الصحي بشكل جيد الوضع فيه سلبية أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فهو فارغ من الضغوط وحتى فارغ من الحظوظ يعني أمره طبيعي على حسب عادتكو بطريقة التواصل ما بينك وبين شركائكو اليوم رح يكون ولكن في ساعة الصباح ديروا بالكم من اختلاق المشاكل أو المشاكل الفجائية ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة لبيتك الثامن اليوم ممكن يكون في ضغط مالي لغاية ساعات الظهر أو بعض المصاريف أو بعض الالتزامات المالية ولكن مع حلول ساعات الظهر بتختفي كل الضغوط هاي وبصير الأمر طبيعي أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات زي ما حكينا في بداية الحلقة استغلها بالشكل الإيجابي وبقوة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فأنا شايف أنه ضغط عليك بقوة طبعا ما رح يكون له هالتأثير القوي لأنه في نوع من أنواع الطاقة بتحميك ولكن برضو بدك تكون حذر أنه ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تتدخل في أمور ممكن تسيء لسمعتك حاول أنك تكون محايد والحرص دائما يعني ثلثين النجاة أما بالنسبة لبيتك الـ 11 هو بيت الصداقات فاليوم ممكن تتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة رح تكون أنت منور بمعنى آخر ورح يكون لك وجود حلو ورح تكون فيه نوع من أنواع الإنبساط بخفف عنك نوعية من الضغط الكبير اللي أنت بتعاني منها خلال الفترة الماضية ممكن تحصل على مساعدة أو دعم من أحد المعارف أو نوع من أنواع التأييد أما بالنسبة لبيت متاعبك حاول تنجز الأعمال الموكلة لإلك بدون ما تتأخر أو تتغيب عن عملك أو تدخل بخلافات وصراعات مع رؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل إن جزء اللي بتقدر عليه أما بالنسبة لأمر الصحي اللي بيعاني من شيء مزمن أو من مرض قديم إذا شعر بعرض غير اعتيادي يراجع طبيبه حاول تهتم براحتك وحاول أنك تهتم بغذاءك برج العقرب أدخل التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة سارع إلى ترتيب أوراقك وملفاتك ممكن تحتاج لخبرة أحد لإنقاذك من ورطة طبعا القمر لأنه موجود في البيت الثامن فبيحذرك من هذه النقاط ومما أنه في البيت الثامن وبيت الثامن سلبي فعشان هيك بدك تكون حذر طول اليوم من هاي الأمور الأمور المالية المشتركة أو التعديلات أو المطالبات أو نوع من أنواع المصاريف أو المصاريف الغير عقلانية يعني بدون وعي فيها نوع من أنواع الطيش حاول تكون حذر أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف الأمور يعني العصبية بتظل مستمرة لغاية ساعات الظهر بعدين الأمور الشخصية بتصير أحسن بتهتم بشخصيتك ونفسيتك بشكل كبير خصوصا بعد ساعات الظهر بتصير فيه نوع من أنواع النشاط والقوة للحضور أما بالنسبة لبيتك الثاني فالأمور ما زالت ضاغطة على الوضع المالي فعشان هيك بتحسن مصاريف أو التزامات وإحتياجات مالية أو مطالبات مالية ولكن ما في دخول عليك مال ولكن من بعد ساعات الظهر بتفتح بواب الفرص لدعم المالي بتجيك عن طريق تعويض أو عن طريق شراكة أو عن طريق أعمال إضافية أو عن طريق هداية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه ما زال الخطر موجود السلبية موجودة فبدك تحذر من الامتحانات لا تعتمد على ذكائك بدك تدرس وتستعد للمقابلات كون جاهز حاول أنه ما تدخل بنقاشات لأنه مزاجك صعب شوي وحاد وممكن يستفزك أي شخص والثور حاول أنك أنت يعني تكون حذر أثناء القيادة من المغامرات خوفا من أعطال بالسيارة أو حوادث لا قدر الله وممكن أعطال على مستوى أجهزة المواصلات والاتصالات أما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم في نوع من أنواع الضغط المنزلي مشكلة منزلية أو شيء بترتب على المنزل ممكن أعطال ممكن مشكلة ممكن حدية ممكن مرض أحد أفراد العائلة يعني بتطلب منك الاهتمام والجهد الكبير أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه الأمور العاطفية برضو حادة جدا في نوع من أنواع المزاج الصعب والعصبي فممكن تختلق المشاكل أو تطلع بكلمة هيك ما إلا هداعي فممكن أنها تخلق فجوي ما بينك وبين الحبيب حاول أنك تمسك لسانك وتمسك أعصابك يبل ماثور الثورة العارمة اللي ممكن منك خلالها تنتهي علاقة عاطفية بينك وبين شخص أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الأمور يعني فيها شوية تعب صحي ولكن أنه لا ساعات الظهر بعد ساعات الظهر الأمور كلها رح تختلف رح تقدر تنجز كثير من الأعمال المكللة إلك وبتتحسن أمورك على المستوى الصحي أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة على المستوى المالي والعاطفي اليوم إيجابي يعني برضو لسه بإيجابيته ولكن مش بقوة اليومين اللي مضوا في نوع من أنواع الاتفاق والتواصل ما بينك وبين الشركاء بشكل جيد بدعمك بأمور كثيرة ممكن نوع من أنواع حل بعض المشاكل القديمة أو تطوير للوضع الحالي بشكل إيجابي وبيتك الثامن حكينا عنه في بداية الحلقة لما حكينا عن القمر أما بالنسبة لبيتك التاسع في كثير منكم اليوم برغب بالسفر أو عنده تطلوعات للسفر اللي عنده سفر رح ينجح بسفره بشكل جيد اللي عنده مقابلة اليوم عنده قدرة على قناع الطرف الآخر بوجهة نظره خصوصا مع المؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة أو الأجنبية اللي عنده نوع من أنواع الامتحانات الجامعية اليوم رح يكون ممتاز جدا في كثير من التنقلات والاتصالات اللي رح تكون إيجابية أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف مستوى بيت السمعة لسه ضاغط فعشان هيك يبدأك تكون حذر خلال الفترة من أي عمل ممكن أن تكون فيه يشوه سمعتك انجز الأعمال المطلوبة منك وحاول ما تدخل بأي نزاعات أو مشاكل بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم ممكن توجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أصدقاء ممكن أو تعاون مع أحد الأشخاص يساعدك في مسألة معينة أو يشور عليك بطريقة معينة كيف تتخلص من وضع أنت بتعاني منه أما بالنسبة لبيت متاعبك فاليوم بدك تكون حذر بيت متاعبك ضاغط عليه فعشان هيك بدك تراقب وضع صحي قديم عندك أو عند أحد الأشخاص اللي بتعرفهم ممكن تهتم اليوم بغذاءك وهذا يفضل وبصحتك وبإنجاز كثير من الأعمال المهمة وحاول أنك تخلد للراحة ما ترهق حالك زيادة الأمور ما فيها يعني داعي للمغامرات برج القوس بوسعكم تعزيز شراكتكم سواء في العمل أو العاطفة هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسئوليات يعني العمر له علاقة ببيت الشراكي البيت السابع فيه طبعا هو لما بكون بدأ في عملية المقابلة بضعف الشخص بصير عنده نوع من أنواع ضعف الطاقي احنا بنسميه ولكن انه بكون فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينه وبين شراكه بتقدروا تعززوا علاقتكم معهم حتى بالنسبة للخارطة الفلكية الأمور إيجابية فيه نوع من أنواع الهموم والمسئوليات ولكن ان شاء الله انك بتقدر تتجاوزها ان اتبعت التعليمات اللي احنا رح نحكيها في الخارطة الفلكية بالنسبة لأبيتك الأول انا شايف انه اليوم طاقتك اعلى من الأمس عندك مشحون بطاقة عالية جدا تقدر تنجز كثير من الأعمال اليوم اللي لها علاقة بالصحة والشخصية او النفسية اما بالنسبة لأبيتك الثاني فاليوم عندك ضغط مالي عالي جدا ومطالبات مالية ومسئوليات مالية مصاريف كثيرة يعني كل الأمور اللي لها علاقة بالمال اليوم بالشكل الايجابي بالشكل السلبي موجوده فعشان احذر من النفقات الغير مدروسة حاول انك تراقب الاموالك جدول أمورك المالية بالشكل الايجابي اما بالنسبة لأبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من الاتصالات والتحركات ممكن تنفعك بكثير من الأمور وتساعدك في كثير من الأمور عندك قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرك اللي عنده امتحان ممكن ينجز انجاز رائع وبتقدر انك انت تتحرك بنشاط محمي اما بالنسبة لأبيتك الرابع فانا شايف انه في ضغط على مستوى البيت مشاكل على مستوى البيت ممكن يكون نوع من المطالبات يمكن يكون نوع من انواع النقل او الاخلاء للمنزل او بعض الاعطال المنزلية او مشاكل مع احد افراد العائلة او الاهتمام بصحة احد افراد العائلة يعني عمر ضغط جدا حاول انك تتجنبوا انك تحدثوا فجوي داخل البيت فهو بيت استقرارك فاذا حدثت الفجوي معناته ارهاق على مستوى كل البيت رح يصير اما بالنسبة لبيتك الخامس فامورك العاطفية ما زالت حدي لغاية ساعات الظهر اما بعد ساعات الظهر بترجع الامور بتستقر عندك نسبيا عواطفك شوية بتتحرك بالشكل العقلاني ممكن انك تبادر في حل مشكلة قديمة ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف ان الامور جيدة على مستوى الصحة وانجاز الاعمال المكللة اليك بتقدر تنجز كثير من الاعمال وبتراقب وضع صحي بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك السابع فاحنا حكينا ان الوضع ايش هو عليك تأثيرات القمر اللي موجود في بيت الشراكي اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف ان الامور رح يكون فيها نوع من انواع الضغط اليوم على المصاريف او على المطالبات المالية او نوع من انواع الارهاق المالي او ممكن امور قانونية او دفعات حكومية او اشياء العلاقة بالشيء المترتب عليك او عشان هيك بدك تنتبه لمصاريفك وفوترتها بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم عندك كثير من التناقلات والاتصالات الخارجية او مع اشخاص خارج البلاد وفي منك برغب السفر او التنقلات في منك عنده امتحان جامعي رح ينجز بشكل جيد وفي منك رح يبدأ بعلاقة غارامية من خلال مؤسسة تعليمية اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فبدك تكون حذر من اي مجازفي او مخالفي بتهدد وضعك سمعتك يعني فبدك تكون حذر جدا ما تحاول انك تختلق المشاكل او مواجهة مع رجال قانون او تهور او مغامرة او مجازفي او اشياء مشبوهة حاول تمسك حالك لان الفترة هاي صعبة جدا وممكن انها تشوه سمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه الامور يعني جيدة على مستوى العلاقات والمعارف ممكن يساعدوك في مسألة معينة ممكن تكون الامور فيها انجازات هائلة او رائعة خلال هذا النهار ممكن تتوجهلك دعوي لحضور حفلة او مناسبة وتكون لقاء سعيد اما بالنسبة لبيت متعبك فبدك تكون حذر اليوم لا غاية يعني خلي حذر كامل بلاش نقول لك ساعات معينة لانه هي الفترة القادمة كلها فيها نوع من انواع تحذير على بيت المتاعب ولكن انه اقوى ضغط او اقل ضغط بكرة ان شاء الله من ساعات الظهر بتقل الضغوط على بيت المتاعب عشان هيك بتراقب وضعك الصحي بتراقب اعمالك انجز الاعمال الموكللة اليك ما تخلي اعمالك تتراكم عندك اللي عنده مرض قديم يحاول انه هو يراعي وضعه الصحي ان شعر باي اعراض غير اعتيادية يراجع طبيبه برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لا صحتكم حاذر من تراجع صحي حاول انك تباكر الى عملك واترك مساحة لغيرك للتحرك يعني ما تضغط اللي حواليك هيك القمر بحكيلك لانه موجود في بيتك السادس بيت الصحة فعشان هيك بدك تنتبه على الوضع الصحي تبعك وتنجز كتير من الاعمال الموكللة اليك ما تخلي الاعمال تتراكم عندك كمان وممكن تتراجع صحتك بشكل طفيف راجع طبيبك او اخلط للراحة هيك القمر بحكيلك عن بيتك السادس خلينا نشوف باقي الويوت بالنسبة للك اشي يعني منلاقي انه البيت الاول بيت الشخصية ما زال ضاغط عليك بتدخل في مراحل من تقلب المزاج سريع خلال هذا النهار حساسيتك علي جدا اي كلمة اي تصرف ممكن انه ينعكس على مزاجك فعشان هيك بدك تطلع من الجو السلبي حاول انك انت تغير بعض العادات اللي بتأثر على سلوكياتك النفسية حاول انك تبتكر طرق جديدة عشان انت تعالجها اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف الامور المالية يعني مش بقوة اليومين اللي مضوا ولكن برضو فيه قابلية لتحصيل على مال من عمل اضافي او من تعويض ولكن بدك تدير بالك من النفقات والمصاريف اما بالنسبة لبيتك الثالث فما زال الخطر موجود على تنقلات والاتصالات فدير بالك اثناء التنقلات والاتصالات من التهور او من المغامرات او المجازفات اللي غير مدروسة ممكن تهدد وضعك وممكن تختلق لك اشياء انت مش بحاجتها او ما بترغبها مثل الحوادث او الاعطال الميكانيكية للسيارة او كهربائية او عطل في جهازك النقال ضياعه سرقته شغلة زي هيك بدك تكون مهتم في هاي الامور كلها وتخليها يعني شوي تهتم فيها اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انو الامور على مستوى البيت بتظلها ضغطة لغاية ساعات الظهر بنوع من انواع التقلبات والشد والجذب وشغلات زي هيك ولكن انو بتبلش تختفي هاي الامور او الضغوط المنزلية حاول انك انت ما تكبر الامور حاول انك انت تمسك اعصابك ممكن تهتم ببيتك او بشأن عائلي او مشكلة عائلية او باحد افراد العائلي اما بمشكلة او بسبب وضع صحي وصلنا لبيتك الخامس بيت العاطفي بيت الحب يعني طاقة هائلة جدا من الحب موجودة فيه الحياة راح تكون جميلة جدا في عندك انجازات كثيرة خلال هذا النهار مع الحبيب فيه لقاءات اتصالات ممكن مصالحة ممكن امور لها علاقة بالتودد او بالتلاقي ما بينك وبين الحبيب يعني ممكن انت تخلي الحبيب هذا في ايدك مثل الجوهرة هيك جواهر ترتبه في ايدك وممكن انت بتصرفاتك ممكن انت تحطم هذه الجواهر او ضيعها من ايدك حاول انك انت تحافظ عليها قدر الامكان اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه الامور ايجابية على مستوى بيتك السابع فيعني الانجازات رائعة راح تكون على مستوى الشراك المالي والعاطفي ولكن دير بالك من سوء الفهم او الخلافات السريعة اما بالنسبة لبيتك الثامن في عليك اليوم بغوط مالية التزامات مالية ممكن مطالبات مالية حاول انك انت تتجاوز المرحلة هاي رتب امورك واوراقك ممكن هذه الاموال اموال قانونية تظهر على الساحة فحاول انك انت تنجزها بشكل ايجابي ما تخلي الامور تتراكم عليك في نوع من انواع الطاقة الايجابية اللي ممكن جيب لك بعض الاموال خلال هذا النهار من شراكة او من تعويض اما بالنسبة لبيتك التاسع بترغب في السفر والتنقلات والاتصالات والتحركات اللي عنده امتحان اليوم رح ينجز بشكل جيد جدا واللي عنده سفر رح يكون ممتاز اللي بدي يجدد اقامته او امور الها علاقة بالاقامة او بتأشيرة او فيزا فاليوم ممتاز جدا واللي عنده امتحان جامعي او مقابلة او رسالة جامعية فاليوم لصالحه اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه الامور شوي للسحادة على مستوى بيت السمعة فما في داعي لأي مغامرات بتشوه السمعة او مخالفات او مجازفات قانونية ممكن هذا الشيء ينعكس عليك بشكل سلبي تشوه سمعتك وانتي ما بتعرف فما في داعي لأي شيء مشبوه او لأي شيء بشوه السمعة ولا تدخل بمواجهات مع رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 حاول انه امورك تظلك ماسكها عصبيتك وانفعالاتك ما تنفجر في وجه صديق او معرفة او علاقة لغاية ساعات الظهر لانه هي الفترة المكملة الحادة حاول انك تمسك اعصابك قدر الامكان الامور تمضي على خير وبعدهم تتصلح كل الامور هي بس فترة سلبية وسيئة بعد الظهر ان حدث وكان هذا الامر موجود من اليومين اللي موضوه تقدر تعمل نوع من انواع التواصل معاه والمصالحة والمسامحة وتبدأ من جديد ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو امن تماما ما فيه اي شيء بخوف بالعكس عندك قدرة على انجاز كثير من الاعمال الموكلة للك المهمة والغير مهمة عندك طاقة رهيبة للتحرك انت مراقب وضعك الصحي ممكن بدأت ببرنامج غذائي او تغذية او الاهتمام بصحتك ممكن انت اليوم برضو تمشي باتجاهات او بتحركات واثق من نفسك بقوة وبعنب برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات او الاتصالات وبتتحسن الاجواء نسبيا هيك القمر بحكي لك لانه موجود في البيت الخامس للك بيت العاطفة والحب وبيت الدعم وبيت الحضوض وهو هيك بالواقع على القرطة الفلكية اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف انه الامور على مستوى بيتك الاول شوي ما زالت ضغط عليك نفسيا شاعر بعدم الثقة او الارتياح حاسس في نوع من انواع الضغط بضغطك فحاول انك تتجاوز المرحلة هاي خلال هذا النهار وتطلع من الجو السلبي او السيء او النفسية التعباني هاي اللي انت ماشي فيها مش حنحالك بطاقة ايجابية رح تتحسن مع ساعات الظهر اما بالنسبة لبيت المال فهو ضغط عليك بشكل كبير بمطالبات مالية والتزامات مالية ومصاريف مالية او فوترة او احتياجات مالية حاول انك انت ترتب اولويات الامور المالية هاي بطريقة صحيحة وحاول تقلل من المصاريف اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه اليوم زي الامس بدك تحذر من تنقلاتك واتصالاتك من العصبية والتهور او اختلاق المشاكل او من الحوادث والاعطال بالسيارات او بجهازك النقال او بجهاز كمبيوتر لغاية ساعات العصر وبعدين الامور ترجع بالشكل الطبيعي اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه في عندك نوع من انواع الفتور في التعامل مع اهل البيت حاول انك انت تتواصل معهم وتلبي احتياجاتهم حاول انه يكون في نوع من انواع الول فيما بينك وبين ابنك او اهلك اختك اخو اخوك ابوك امك في نوع من انواع الاهتمام يكون فيهم جميعا اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف الامور العاطفية اللي حكينا عنها في بداية الحلقة هي اللي بتكون مقوتها والحضوض خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه الامور اليوم احسن تقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة للك ممكن تهتم بصحتك او بصحة قريب لا اليك اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف الامور على مستوى بيتك السابع الشراك المالي والعاطفية جيدة جدا خلال هذا النهار ممكن يصير فيه نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الشريك وحل مشكلة او تواصل لحلول معينة او توصل لحل مشكلة معينة بطريقة عقلانية ما بينك الطرفين الامور جيدة وممتازة ما بينكو بين شركاء المال والعاطفة يعني الازواج والزوجات اما بالنسبة لبيتك الثامن فبرضو بيحذر على بيت المال بيضغطك ماليا يا اما مطالبات مالية لدوائر حكومية او مؤسسات حكومية او دفعات لحكومة ولكن ما زال الامر ضاغط عليك بشكل كبير حاول انك انت تقلل من المصاريف وترتب الامور المالية بشكل عقلاني لا غاية ساعات العصر وبعدين الامور بتبلشت الحدية هيتخف عليك شوي ان شاء الله ممكن يجيك نوع من الدعم بشكل مفاجئ في ساعات العصر للمساء اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف الامور اللي لها علاقة بالسفر او الاتصالات او الامتحانات جيدة جدا خصوصا الامتحانات الجامعية والسفر البعيد في من كل يوم رح يقنجز انجازات هائلة جدا اما لمؤسسات خارجية او على مستوى السفر او على مستوى المعاملات او على مستوى اتصالات حتى او تفاهم اشخاص خارج البلاد اما بالنسبة لبيت السمعة فبدك تدير بالك ما زال ضاغط الفترة هاي فحاول ما تدخل باي موجازات قانونية او مخالفات قانونية او اشياء مشبوهة ما تعمل اي شيء يشوه سمعتك خلال هذه الفترة اما بالنسبة لبيتك 11 فما زال في قوة هائلة جدا ما بينك وبين تعاونك مع الاصدقاء او المعارف او العلاقات وممكن يكون فيه نوع من انواع التأييد والدعم لايلك في مسائل معينة ينشروك من شيء او يساعدوك في مسألة ام ارقيتك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بما انه بيت المتاعب ضاغط بقوة خلال فترة هاي فما نقول لك دير بالك من اهمال وضعك الصحي وخصوصا وضع صحي قديم يعني امراض مزمنة حاول انك تراجع طبيبك ان شعرت باي شيء غير اعتيادي الامر الثاني انه انت بدك تهتم بامنك وامانك وحماية نفسك من اي عدو ممكن يكيد لك بالفترة هاي بدك تكون حذر جدا حاول انك تراقب غذائك وانجاز الاعمال المهمة دون تخادل وحاول انك ما تتغيب عن عملك وما تتأخر عن عملك برج الحوت تنهمكو بامور الهاصلة بالبيت والعائلة قصص وقت مهم او شيء مهم او اهتمام لعائلتك ولشؤونك الخاصة القمر موجود في بيتك الرابع يعني بيت البيت يعني لازم تهتم في مسائل عائلية ممكن يلفت انتباهك امر منزلي او عائلي خلال هذا النهار ممكن عطل ممكن ترميمات تصليحات او شيء بيتعلق باحد الوالدين او الاخوة وممكن يكون اهتمام بصحة احدهم اما بالنسبة لابيتك الاول فما زال الامر ضاغط شوي على الامور النفسية يعني ماشي مع ساعات العصر بتحسن شوي ولكن الضغط هذا بدك تحاول انك انت تطلع منه لانه بايدك انت تتجاوز الضغط النفسي هذا بايدك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية وتطلع منه اما بالنسبة لابيتك الثاني فانا بلاقي انه فترة النهار خصوصا في ساعة الظهر للعصر ممكن تنضغط ماليا او بعض الالتزامات المالية او المطالبات المالية او المصاريف الزائدة لدرجة انه انت ما تقدر تسيطر على نفسك حاول انك سيطر على نفسك من ناحية المصاريف وما ترهق حالك كثير فيه فرص لبعض الامور اللي الها علاقة بالمال خصوصا للي بيعملوا في مجال العمل الاضافي ولكن انه قوة المصاريف اعلى اما بالنسبة لابيتك الثالث فانا شايف انه اليوم في عندك كثير من التحركات والاتصالات اللي عنده مناقشة او امتحان اليوم بنجز بشكل جيد حاول انك انت تمسك بس نفسك من العصبية اما بالنسبة لابيتك الرابع فزي ما حكينا في بداية التوقع عن القمر شو موجود في بيتك الرابع فبعطيك ايجابية ولكن بده بعض الاهتمام اما بالنسبة لابيتك الخامس فانا شايف انه الامور العاطفية جيدة جدا خلال هذا النهار في عندك عواطف جياشي واهتمام بالحبيب او لقاء بالحبيب يعني الامور راح تكون رائعة ان شاء الله انك انت بتقدر انك تصلح بعض الاشياء اللي صارت في الفترة الماضية من خلافات او توترات وتتجاوز المرحلة الصعبة اللي انت بتحس فيها خلال هاي الفترة في منك راح يفكر في القروج او بنزهة او بنوع من انواع النزوات حاول انك تعمل اي شيء دون المغامرة او المجازف او التهور اما بالنسبة لابيتك السادس فانا شايف الامور ايجابية على مستوى العمل تقدر اليوم تنجز كثير من الاعمال المو كالي لايلك وبتقدر تهتم بصحتك برضو او بوضع صحي قديم حاول انك انت اللي عنده رغبة لتقديم لطلب لمعاملة للعمل هو مش قوي الحظ الداعم فيه يعني لو تركت وانت لحديث ما القمر ينتقل للسرطان بصير في قوة اكثر انك تتحرك بهذا الاتجاه تقدم لوظيفة اما بالنسبة لابيتك السابع فانا شايف على مستوى الشراك المالية والعاطفية الامور شيئا ما ايجابية بتقدر انت اليوم تعالج كثير من الامور اللي الها علاقة بالشراك المالية والعاطفية وممكن تحل مشكلة قديمة او وضع قديم اما بالنسبة لابيتك الثامن فانا شايف انه في ضغط برضو مالي بضغطك على مستوى البيت الثامن وهذا بتطلب نوع من انواع المصاريف او الدفعات او الاحتياجات او الالتزامات حتى ممكن في منها تكون قانونية يعني بنكية حكومية التزامات على مستوى عالي يعني حاول انك انت ترتب وضعك بشكل جيد خلال الفترة القادمة هذا يوم ضغط ولكن الايام القادمة ان شاء الله بتكون احسن حاول انك تمشي هذا اليوم باي طريقة بايجابية ممكن يجيك نوع من انواع المساعدات ولكن لن تغطي القيم المطلوبة او الضغط المالي اللي انت بتعاني منه خلال هاي الفترة اما بالنسبة لبيتك التاسع في رغبة من بعض كوب السفر راح يكون جيد او الاتصالات الخارجية ممتازة اللي عنده امتحان راح ينجز بشكل ممتاز جدا ويحقق نجاح باهر خلال هذا النهار في منكم ممكن ينطلق باكثر من اتجاه خلال هذا النهار تحركات ايجابية ومثمرة تماما اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف الامور ممتازة جدا خلال هذا النهار شيئا ما على مستوى السمعة ولكن برضو بحب انبه انا انه دير بالك من المجازفات والمخالفات يعني القانونية او الاعمال المشبوهة لانه في نوع من انواع الحدية موجودة فيه تضغط على باب المخالفات والاعمال المشبوهة حاول انك ما تدخل بمواجهات مع رؤسائك بالعمل ولا زملائك بالعمل بهذه الفترة اما بالنسبة لها بيتك 11 فالامر ضغط جدا على امر العلاقة بعلاقة او بصداقة معين فممكن يصير فيه خلاف ما بينكو بين صديق او معرفة فهذا الامر يكون فيه نوع من انواع القطيعة حاول انك تمسك حالك خلال الفترة ما تحكم بدون ما يكون في ايدك الدليل بولبرهان على اساس انه انت ما تندم على عمل انت او قرار انت اتخذته اما بالنسبة لها بيتك 12 فبيت المتاعب ما زال ضغط عليك بقوة فعشان هيك دلالة ان الشمس لسماو وصلت لجميع البرج وتواجد برضو تحركات زحل اللي بدا تتحرك لعندك هي عطارد اللي بيتراجع عندك يعني كل الامور ضغطة على بيت المتاعب على مكان واحد فعشان هيك بدك تكون حذر من اي شيء في نوع من انواع التهور والمغامرة او دخول اماكن مشبوهة او اماكن محتدة او محتدم فيها العنف حاول انك انت تمسك حالك قدر الامكان وتحافظ على نفسك اما بالنسبة لها الامر الثاني انه راقب وضع صحي قديم عندك ممكن انت تتعب او تمرض او تعاني من شيء معين ان شعرت بهذا الامر راجع طبيبك وما تتستنى وما تتأخر حاول انك تنجز الاعمال الضرورية والمهمة وتخلد للراحة ولكن دير بالك اوعى تغيب عن عملك واوعى تتأخر عن عملك لانه هذا الاشي بسبب لك مشاكل هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء